اشتركوا في القناة سيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يهدف إلى الاستثمار في أبناء الوطن كونهم المحرك الرئيس للتنمية وتروت الوطن الحقيقية التي نواصل معها تحقيق النجاحات والإنجازات بما يرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه لافتان إلى أن البرنامج يجسد رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله نحو تمكين الكوادر الوطنية للمساهمة بفاعلية في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الابتكار والابداع وأشار المحميد إلى أن البرنامج يسعى لخلق كوادر وطنية قيادية مؤهلة عبر انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل إلى جانب إشراكهم في برنامج تدريبي مكثف لتطوير وتنمية مهاراتهم من خلال إكسابهم مختلف المعارف والمهارات وأطلاعهم على آخر المستجدات العلمية والعملية كما يتيح لهم البرنامج الفرصة للتعرف على آلية صنع القرار ووضع الخطط للبرامج الحكومية ونوها المحميد بما أثمر عنه البرنامج خلال السنوات الماضية من كفاءات وطنية مميزة تشغل اليوم مختلف مواقع العمل والمسؤولية في القطاع العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر